اهلا بحضراتكم من جديد يمكن الفن من اهم العناصر المضيئة في ثورة يوليو يعني يساعد في كتابة التاريخ وانه دايما الفنون هي اللي بتنقل التاريخ كمان للاجيال اللي جاية علشان تعرف اكتر وتعي اكتر عن ما حدث في البلاد زي الفن دعم مشروع ثورة يوليو ويعني خليها تكسب كتير من التأييد لو على مستوى العربي وايضا المستوى العالمي وازاي السينما وازاي الاغاني ساعدت انها تحكي لنا اكتر عن الثورة وما حدث في ايام يوليو هنتكلم اكتر بالتفصيل عن دور الفن في ثورة يوليو مع ناقد الفني اشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث مساء الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك أهلا بحضرتك برأيك يعني ازاي الفن دعم ثورة يوليو ومشروع يوليو لو بنتكلم على حتى جوة البلد ازاي اثر على المصريين ودعمهم نفسيا في الثورة وكمان على المحيط العربي بالنسبة للداخل كان واضح جدا ان قادة الثورة من بواكير الثورة من بدايتها جدا كانت مؤمنة بالدور اللي تقدر تقوم به الطاقات الفنية المصرية بمعنى انه هو عموما اي حد في مركز قيادة مصر حتى ما قبل الثورة وما بعدها كان يدرك تماما امكانيات مصر الفنية وكان يستطيع ان يستفيد منها بدرجة او باخرى كان تختلف مثلا من فترة زمنية او من حقبة زمنية لاخرى لكن انا اقدر اقولك بمنتهى الوضوح وبدون مبالغة فترة ما بعد ثورة يوليو يعني فترة ما بعد 52 ثم الفترة الحالية هي اكتر الفترات اللي كانت القيادة السياسية فيها مؤمنة بدور الفن المصري وبقدرات الفنية المصرية على يعني التعامل مع الرأي العام ومع الجمهور ومع الشعب المصري حتى داخليا ومع الشعب العرب بشكل عربي لكن بستاذ اشرف اعتقد انه الزمن ده كانوا محظوظين بشكل كبير بالنجوم الكبار والعظماء اللي كانوا موجودين في هذا الزمن لعندليب عبدالحليم حافظ توت الثورة وكوكب الشرق ام كلسوم والموسيقار محمد عبدالوهاب ويعني الكثير والكثير من النجوم الكبار اللي يعني عاشوا احداثهم انا عايز بس اقولك على معلومة تاريخية مهمة جدا بعد اسابيع قليلة من قيام صورة يوليو رئيس محمد نجيب او رئيس لمصر او رئيس جمهورية لمصر بعت رسالة لمجلة الكواكب المصرية لمجلة الفنية الاولى والرائدة بعت لها خطاب كده بعنوان الفن اللازم نريده بتحدد فيه صورة مصر صورة يوليو ما هو الفن اللازم تريده ايه الاهداف اللي بتسعى اليها الصورة من خلال الفن ايه نوع الفن اللي بتقدم قد كده كانوا مستوعبين ومدركين لأهمية الفن صحيح فإنه يمكن حتى عندنا ناس ما بتقراش ما تمسكش كتب لكن الافلام والاغاني بتنقل الصورة بشكل جديد ده اللي قدنا بقى لفكرة يعني الطاقات الفنية الجبارة اللي كانت موجودة للحركة بتقوليها انه لما تبقى يعني السلطة او القيادة السياسية في مصر عندها ام كلسوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وعندها حتى العرب في شخص فريد الاطرش وصباح وعندها تلمات الله جهيم والحن تماما القويل يعني طاقات بالزبط كي صحيح فيبقى عبدالحليم هو جبارة الثورة عبدالحليم هو المؤرخ الفعلي المعادل الغنائي للثورة لما الثورة تحب تقاطب الشعب المصري بلغة غير مباشرة بعيدا عن الخطوة السياسية التقليدية يبقى عبدالحليم يطلع يقول على رأس بوستان الاشتراكي فيبشر به المبادئ الاشتراكي لما يبقى بيبعلن فكرة الدور المصري في حرب اليمن فيبقى وإحنا راجعين من حرب اليمن يبقى يا حبايب بالسلامة لما بيتكلم على الجزائر يبقى قيود تحطمت القنية بتاعة الجزائر لما محمد فوزي يقدم سنة ستة وخمسين النشيد الحركة الوطنية الجزائرية أو جابة التحرير الجزائرية قسمان اللي يتحولت بعد كده من سنة تلاتة وستين النشيد القوم الجزائري ده كل ده دور مهم جدا لمصر في مخاطبة الداخل ومخاطبة الخارج والتعبير عن فكرة القومة العربية يعني كان الفن ليس فقط يخاطب الداخل يخاطب المصريين بيديهم كل مبادئ الثورة أو بيبيع لهم بيبيع ده تعبير على الفكرة يعني جيد مش سلبي ده تعبير بمعنى أنه بيرود أو بيقدم الصورة التي تحب الثورة أن تصل إلى الشعب المصري بمعنى أنه أنا عندي اشتراكية عندي مبادئ جديدة عندي أفكار بحاول أغرسها في الشعب المصري بروح أدهلهم من خلال إغنى من خلال سينما مفيش أجمل من فيلم الأيد النعيمة عشان يقولك أده كده العمل ليه قدسية وليه قيمة وليه أهمية لما الأفلام لما الرئيس عبد الناصر يكلف فريد شوقي وعز الدين زو الفقار أن هم يعملوا فيلم عن بور سعيد بعد أحداث ستة وخمسين ده دور مهم لما يكلف عز الدين زو الفقار ويسف سباعي أحد الضباط الأحرار أنه يشتغلوا على فيلم ردة قلبي اللي هو بيحكي قصة الثورة وفكرة تزويل بالفوارق بين الطبقات بعد الثورة إنجي وعلي والحكاية الشهيرة وحبكة درامية حكاية الشهيرة وطالت كل المبادئ وكل يعني ما يجب أن يصل للأجالة القادمة فإحنا بالفعل إحنا قدام جادة تمة لإستخدام أدواتنا الفنية وقدراتنا الفنية حتى البعد القومي بتلاقي جميلة فيلم يوسف شين سنة 58 عن تحرير جزائر بتلاقي سنة 66 فيلم اسمه ثورة اليمن بيخرج وعاطف سالم عن اليمن حتى يمكن أستاذ أشرف قبل الثورة القاهرة 30 وهو يمكن كان في الأربعينات عشر سنين ما قبل الثورة ومسألة الحديث عن الظلم الكبير اللي كان موجود في المجتمع المصري وكل ما يبشر بأنه لابد من قيام ثورة القاهرة 30 مبدئيا أنتك 66 لكن كان بيكلم على أحداث من اسمه القاهرة 30 يعني 30يات وما بعد 30يات لكن الرواية نفسها اللي أخذ منها الفيلم كانت بالتحدث عن الأربعينات الرواية اسمها القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة اللي جيب معفوز لكن لاتي أنت تخلي أن الفيلم ده تم رفضه رقابيا أكثر من مرة لغاية لما تم الموافق عليه سنة 66 للمخرج سلح أبو صيف فالقاهرة 30 زي وزي مجموعة الأفلام اللي اشتغلت على الفساد السياسي اللي كان موجود قبل يوليو 52 القاهرة 30 في بيتنا رجل غروب وشوق الصراع في الوادي حتى فكرة الإقطاع لأنه أحد مبادئ الثورة المهمة جدا القضاء على الإقطاعين فكل هذه الأفلام لما تحتشد مع بعضها وفي فترة زمنية وجيزة يعني الخمسينات والستينات بداية ستينات حتى الغاية نص وثانية من ستينات حتى مع استثناءات بسيطة فيلم مثلا شيء في صدري سنة 71 أو فيلم غروب وشوق سنة 70 الأفلام احتشدت مع بعضها عشان تقول للمواطن المصري البسيط لماذا قامت الثورة قد كده كان في حالة من الفساد السياسي موجود آه ربما يكون في حالة رواج بشكل أو بآخر في جوانب أخر لكن بالتأكيد الممارسة السياسية كان فيها كتير من المشاكل التي قامت الثورة من أجله وده يبين فعلا قد كده قد الثورة كانت مؤمنة بالفن أقول لك حاجة مثلا كتير من الناس ما يعرفوهاش رئيس عبد الناصر لما يحضر على العرض الأول لفيلم إسماعيل ياسين في الجيش في يوليو 1955 ده معنى إيه؟ معنى أن رئيس عبد الناصر مؤمن جدا بقدرة إسماعيل ياسين على أداء دور في المسألة دي يعني أداء دور سياسي من خلال هذه الأفلام ولما يدعم فكرة إسماعيل ياسين في الأسطول وإسماعيل ياسين في التهران وإسماعيل ياسين في البوليس فكرة الأفلام اللي رغبت المواطن المصري البسيط في الجندية المصرية صحيح يعني أفلام إسماعيل ياسين على وجه التحديد وإن كان فيها الحدث الفكاهي للمصريين بيحبوه طبعا لكن قدمت كثير عن مبادئ العسكرية المصري صحيح وشارك في صنعها عسكريين مصريين فاطين عبداللهاب مخرج هو ابن العسكرية المصرية سامي دابود واحد وعبد المنعم السباعي الاثنين من الناس اللي كتبوا هذه الأفلام هما أبناء العسكرية المصرية عز الدينز الفقار اللي يعمل ردة قلبي واللي يعمل بور سعيد هو ابن العسكرية المصرية عشان كده هو حتى كان بيعملها بشكل رومانسي جميل وناعم أنا كتبت كتاب لي عن عز الدينز الفقار في مهرجان اسكندرية كان تحت عنوان اسمه الحب في زمن الثورة كيف خلط وجمع بين الحب والثورة باعتبار أن الثورة هي فعل رومانسي في أعلى حالته وبالتالي هو جمع بين حب الوطن وحب الحبيبة لما الجملة الشهيرة بتاعت إنجي بتاعتي بتوجعني أوي علي في ردة قلبي قد كده دابت المشاعر الشخصية في المشاعر الوطنية العامة عشان كده حتى عبدالحليم لما كان بيغني أغاني وطنية وأغاني سياسية كان بيغنيها بروح المحب وكانت بيغنيها بشكل عاطفي كما لو كان بيغني أغاني في أحلام الزبط عشان كده وصلت وقربت قوي من الشاب المصري البسيط ابن هذا الجيل اللي طلع بعد كده مؤمن ومشبع جدا بمبادئ ثورة يولي ويمكن ده خلى يعني العرب من المحيط للخليج يتغنوا بأهداف ثورة يولي طبعا بالتأكيد لأنه كمان خلي بالك لازم نحط في اعتبارنا حاجتين الحاجة الأولانية أنه المادة القوم العربي كان بتقوده مصر وبالتالي كل اللي بتقوم بيه مصر بيوصل إلى العرب من المحيط إلى الخليج الحاجة الثانية أنه المنافس ما كانش موجود بالدرجة اللي احنا فيها النهاردة يعني الفن المصري كان تقريبا المتحدث الرسمي الأوحد أو الأهم باسم الفن العربي كله لما أم قلتهم تغني في الخميس الأول من كل شهر وكل أجهزة الراديو في الوطن العربي من المحيط الخليج تبقى مفتوحة على الإزاعة المصرية في هذا التوقيت ده نوع من الوحدة العربية التي كانت تزعج أعداء الوطن العربي وأوجهم إسرائيل بالتأكيد وبالتالي ده نوع من التأكيد على ريادة مصر وقويتها النعيمة اللي بالفعل لعبت دور مهم جدا في ريادة مصر بشكل عام فكرة أنه أنا بصدر الثورة المصرية بمبادئها كلها للوطن العربي من خلال الفن المصري صحيح ويمكن كان فيه استعانة بفنانين عرب كمان في فورة يوليو طبعا نتكلم عن فريد الأطرش فريد الأطرش تقريبا هو أول مطرب غنى لثورة مصر بعد أسابيع قليلة من قيامها وقد كده وفريد الأطرش بالمناسبة فريد الأطرش آه مش مصري لكن كان معه جنسيات كتير منها جنسية مصرية فريد الأطرش هو كان المطرب المحبب لرئيس عبد الناصر بعكس ما يشاع أنه عبد الحليم حتى أنه الرئيس عبد الناصر بن قسين كده لما حصلت المشكلة بين فريد وعبد الحليم في حفلة الربيع سنة سبعين فريد يقول أنه انحاز لفريد الأطرش أرض عبد الحليم آه لكن انحاز لفريد الأطرش لكن عبد الناصر كان يعرف يجيد فعل فكرة التوازنات دي حتى لما حصل خلاف بين عبد الحليم ومو كونسوم عمل اخترع حفلة 26 يوليو في اسكندرية لعبد الحليم تعويدا عن حفلة مو كونسوم يعني كان يدرك تماما يقدر الفن والفنين يقدر ويدرك دوره وعارف كويس قوي كيف يستفيد منه مش عايز أنسى مثلا الدور اللي لعبته فرق مصرح التلفزيون وإحنا في رحاب التلفزيون المصري وفي مبنى ماسبيرو لازم نقول أن فرق مصرح التلفزيون في السيستينيات عملت نهضة مصرحية عالية جدا خلقت أجيال قدمت مصرحيات عملت طفرة كبيرة جدا في المصرح سواء الكومدي سواء العالمي سواء الاجتماعي كتير جدا من العروض الكلاسيكية الإداءة المصرية أيضا ودورها الكبير لا إداءة المصرية دي تحتاج صغر على وحدها يكفي دور كبير لعملت الصوت العرب صحيح صوت العرب من سنة 1953 هي داعم الأول والفعلي لكل حركات التحرر في الوطن العربي صحيح من جنوبها لشمالها من شمال أفريقيا من المغرب العربي للخليج للمحيط حتى أنه النشيد الوطن الجزائري زي ما كنتبها لحضرتك تنفذ كله داخل السوديات سواء العرب السوديات الإزاع من ساعة ما مفت زكريا مؤلف النشيد الوطن الجزائري جهة القاهرة علشان يقابل أحمد سعيد في سواء العرب علشان حد مصري يلحن النشيد بعد ما فشلت محاولات في تونس والجزائر وتلقف هذه الفكرة محمد فوزي وتبرع بكل أجره وأجر الموسيقيين وأجر الستوديو عشان يسجل هذا النشيد لصالح صورة جزائية ده من سواء العرب يمكن كمان كان بيكون فيه بعثات من الإزاعيين المصريين للدول العربية لإنشاء إذاعات هناك طبعاً ونقل الصورة الحية من واقع الأحداث اللي بتدور في الدول العربية دي على الهوى في سواء العرب وخلي بالك كانت إذاعات سواء العرب أبناء تبقى شبكات يعني كانت إذاعات سواء العرب لها امتداد قوي جداً في التأثير وكان بتوصل للدول العربية وحتى النهاردة لغاية يعني كلنا لما بنسافر الدول العربية بنسمع صورة العرب بوضوح قد كده دورها كان مؤثر وقد كده ما زال مؤثر حتى بمعطيات العصر اللي احنا فيه عشان كده المد القوم المصري كان واصل للدول العربية من خلال الفن نهاردة يعني كنا بنشوف ساعتها مثلاً بيتسموا كتير جداً من المصريين بتسموا باسم الفنانين العرب بتسموا باسم الفنانين مصريين مش بس السياسين آه كان فيه جمال وعبد الحكيم منتشر الأسماء دي موجودة وسادات وأنور يعني يعني أسماء موجودة في الدول العربية لكن كمان الفنانين المصريين من خلال الدور ريادة اللي بيقوم بفنان المصري من خلال الفنانين المصريين إلى أي مدى يعني كان هناك مكتسبات ثقافية من طورة يوليو انعكست على المجتمع المصري وأيضاً على المجتمع العربي كل ده كل ده منتج ثقافي مصري بمعنى أنه الإبداع هو في الآخر يعني منتج ثقافي سواء كان فن سواء يعني تمثيل أو غنى أو تأليف أو كتابة أو مصرح أو إزاعة أو عمل أدبي الأحداث اللي حصلت بالظلم بالاستعمار ده بيأثر على الإنتاج الفني ده ده وافع بيولهم أكثر بيعمل دافع بيعمل إلهام زي ما حدثت تفضلتي وذكرتي وكمان بيخاطب شريحة هي متأثرة ده بالفعل وعشيته على أرض الواقع بالتالي بتوصله ولما بتروح كمان للدول العربية بقى لأنه طول الوقت المنتج الثقافي المصري ده مطلوب في الدول العربية أنا عايز أقولك أنه حتى بمنظور اقتصادي يعني بمعنى أنه كتير من أخواننا العرب ييجوا مصر عشان يشتروا النجفة اللي ظهرت في فيلم كذا أو السجادة اللي كانت مشيت عليها لها يا مراد أو فستان سعاد حسني في فيلم مش عارف إيه أو شبه البدلة اللي كان لابسها كمال الشناوي أو رجد أبازة أو عبدالعليم يعني حتى بنوع من الترويج لمنتجاتنا الاقتصادية أو الشق التجاري في الدور المصري وبالتالي كان وهنا يكمن تأثير الفنون بالتأكيد عشان كده من المهم جدا جدا الحفاظ على هذه القوى النعمة الحفاظ على الدور المصري الريادي اللي موجود والاستفادة القصوى من دور مصر ومن أدواتها أو يدها التي تطال وتصل إلى كل شبر في الوطن وعارف ويمكن بيعرض حاليا فيلم زي كيرة والجن بيحكي يعني آه طبعا بيحكي بيحكي فترة من فترات بس عايز أقولك حاجة يعني كيرة والجن إحنا بنشوف مثلا أفلام زي في بيتنا الرجل أو غروبه وشوء بور سعيد وردقالبي تشتغل على وقائع تقريبا حقيقية لأنه اللي كتبوها معظمهم كانوا عايشين في هذه التقوى كيرة والجن مهم لكن وفي الآخر لازم الناس تتعامل معه بحذر لأنه هذا ليس التاريخ هذا هو استلهام للتاريخ ولكنه ليس التاريخ يعني أنا ما قدرش أقول أنه عبدالقادر الجن ده هو شخصية كاملة التكوين زي ما موجودة في الحقيقة عبدالقادر الحقيقي ليس هذا عبدالقادر الذي ظهر فيه أحمد عزي أحمد كيرة اللي هو كريم عبدالعزي ليس هو أحمد كيرة الحقيقي اللي في الحقيقة دولة فاهمي هي ليست دولة فاهمي الحقيقي هي قشور هي معالجة له عشان كده التعامل مع الأمور التاريخية من خلال الدراما لابد أن يكون بحذر وبحذر شديد جدا لأنه زي ما حديك قلت في أول كلامنا مش كل الناس بتقرأ وبالتالي الفن وسيلة سهلة للتأثير وللوصول لو أنا اعتمدت لكن هناك أسلوب كمان لو أنا اعتمدت على وهو ليه الفن بيأثر لأنه بيكون في نوع من التأثير الدرامي والحبكة الدرامية علشان المعلومة تصل عشان كده الخطورة لو أنا اعتمدت على الدراما فقط كمصدر للتاريخ أو كمصدر للمعلومة هذا يعطي بعض القصور علشان كده بنسمع من المؤرخين وبنسمع من ونقرأ أكتر يعني عن الأحداث وذا بيبقى مع الدراما أنت عارفة حواليك حالي الدراما بتعمل إيه وده دور مهم جدا بتمشت الزين بتمشت الزاكرة بتوسع المدارك بتدفع المتلقي أنه يبحث عن المعلومة أنا بنتي بعد ما شافت كيرة والجن بدأت تدور في كتب التاريخ وبالتالي وتقرأ الرواية الأصلية هي قرأت الرواية الأصلية قبلها لكن بدأت تدور في كتب التاريخ عن الشخصيات الحقيقية دي ومن هنا بدأت تعرف كتير من الخلفيات التاريخية من خلال كيرة والجن وده الدور المهم جدا اللي ممكن الفن يلعبه صحيح وإن كان يعني ده الدور اللي بيؤثر كمان في الأجيال اللي موجودة دلوقتي لأنه مهم جدا أنه الأجيال دي تعي وتفهم التاريخ الأجيال دي ما عاشتش الأحداث وبالتالي الفن بيديهم بين إلاهم بين إلاهم وبيديهم الدافع أن هم يبدأوا يبحثوا ويجمعوا معلومات والنهارده عصر الإنترنت وعصر ثورة المعلومات خلت دينيا كلها مفتوحة قدامهم وفي مصادر متعددة للمعلومة ما بقيتش مصدر واحد زي ما كان ممكن مثلا أيام الفكر الاشتراكي حتى في روسيا مثلا كان المعلومة بتجي لهم من مصدر واحد صعب أو أنه يعني يخرج عنه النهارده المجال المفتوح في عصر فيه يعني أقرب فكرة العلمة فيه تعدد لمصادر المعلومة وبالتالي الناس تقدر توصل للمعلومة وتقدر تتحقق منها وتقدر تعمل الضبط التاريخي وتقدر تعمل المقارنات وتقدر توصل للمعلومة الكافية والكاملة والحقيقية رغم أنه ممكن جدا الدراما تبقى تديره صورة واحدة لكن على الأقل بتتفتح له مجالات كتيرة عشان يبدأ يبحث هو بنفسه صحيح ودي أهمية الفن وأهمية القوى النعمة أكيد المصري أنا بشكرك شكرا جزيلا ناقد الفني أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث وكل سنة حضرتك طيب ونورتنا طيب يا فنم شكرا كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضرتكم النهاردة في التساع وأشوفكم دايما بألف خير وأسيبكم مع كريم رمزي ويعني ليلة كروية مع كريم تصبحوا على ألف خير